اشتركوا في القناة الهجمات الصواريخ الايرانية الصنعة التي نفذتها ماليشيات الحوث الاقلابية في اليمن باتجاه السعودية واكدت الامارات وقوفها الكاملة الى جانب المملكة في وجه هذا التصعيد الذي استهدفت ترويع المدنيين والاضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الايراني واصرارها على زعزعة امن المنطقة واستقرارها واعلنت دولة الكويت انها تابع باستياء واستنكار بالغين انباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الامنين فيها كما تؤكد ادانتها ورفضها التام لتلك الهجمات التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام مطالبة للكويت المجتمع الدولي لاسيما مدلس الامن بالتحرك الفوري لواضع حد لاستمرار تلك الهجمات الى ذلك دانت الحكومة اليمنية مهاجمة ماليشيا الحوثي الانقلابية المدن السعودية المكتضة بالسكان باكثر من صاروخ باليستي مشيرة الى ان هذا الهجوم تأكيد على الطبيعة الاجرامية لهذه العصابة كما شددت الحكومة على ان ذلك لم يترك للحكومة الشرعية والتحالف العربي سوى خيار واحد هو النصر ودانت مصر باشد العبارات قيام جماعة الحوثي باطلاق الصواريخ باليستية باتجاه السعودية واكدت وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف امن واستقرار المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه حكومة المملكة من اجراءات الحفاظ على امنها وسلامة شعبها بدورها دانت الرئاسة الفلسطينية المحاولة الاثمة لاطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية باتجاه المملكة واصدرت الولايات المتحدة الامريكية بيانا اكدت فيه ادانتها الشديد للهجمات الصاروخية الحوثية الخطيرة التي استهدفت عدة مدد في السعودية واكدت واشنطن دعمها حق السعودية في الدفاع عن حدودها ضد هذه التهديدات ومن جانبها نددت باكستان بالهجمات الصاروخية الباليستية على السعودية وذكر بيان الخارجية ان باكستان حكومة وشعبا يؤكدان دعمها وتضامنهما الكامل مع قيادة وحكومة وشعب السعودي ضد اي تهديدات لسلامتها الاقليمية وضد الحرمين الشريفين هذا ودان الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني الهجوم ووصفه بانه عمل ارهابي جبان يستهدف السكان المدنيين ويعرض امنهم للخطر مشيدا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل ان تصل الى اهدافها كما دان البرلمان العربي بشدة اطلاق ميليشيا الحوث الانقلابية صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية وطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان له يوقف او بوقف الدعم الايراني لميليشيا الحوث التي تستهدف المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية ايرانية إلى ذلك أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الصواريخ وأكد أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية وفي المنطقة وتنفيذا لمخططات تأمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها وفي سياق متصل ندد بيان صادر عن مجلس علماء باكستان بزعامة الشيخ طاهر الأشرفي بالهجمات الصاروخية على المملكة مؤكداً وقوف باكستان إلى جانب السعودية صفاً واحداً للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها